بنجدد التحية لحضراتكم إنجازات المصرية اللي تتوقف في كل المجالات إنجاز جهيد للرياضة المصرية بتحقق بطلة طموحة وموهوبة من خلال فوزها بخمس ميداليات في بطولة العالم للأسادزة اللي هي سباحة الزعانف اللي أقيمت في القاهرة وتعب بعد سلسلة تنجاحات كبيرة ومسيرة رياضية مشرفة حصدت فيها مجموعة متنوعة من الميداليات في منافسات دولية منورنا السباحة آية عز اللي هي تحكينا تفاصيل أكتر عن عشقها للرياضة السباحة اللي خلالها توصل لمكانة مهمة في الرياضة دي على المستوى مش بس المحلي لا كمان الدولي أهلا بيك يا كابتن آية ولا يا ميس آية ولا يعني زي ما تلمزتك بيحبوا يردوا لك منورنا نظبوط تلميز بيقولولي ميس آية وإحنا في التمرين بيقولولي كابتن آية فأنا آية عز يالله بينا منورنا أهلا بيك يا مورانا وعايز أقولك ألف مبروك على فوزك في البطولة يعني حي شيء مشرف وحاجة كلنا نفخر بيها مننا عندنا في مصر سباحات متميزات قادرين إنهم يشاركوا في سباقات محلية ومش بس كده كمان بطولات دولية وعالمية فدي حاجة كلنا لازم نفخر بيها الحمد لله وإحنا الحقيقة إحنا كتير يعني أنا عندي فريق الماسترز في النادي بتاعي إحنا كتير سيدات ممكن نوصل لحوالي أربعين سيدة كلهم بيشتغلوا في أماكن ومناصب عليا في الدولة إحنا بنقصص من وقتنا جزء مثلا ساعة أو ساعتين كل يوم عشان التمرينات بتاعتنا عشان إحنا عندنا طموح وعندنا هدف إن إحنا نوصل لبطولات عالمية ونمثل مصر ونرفع إن شاء الله اسمها على الصعيد الدولي بإذن الله إن شاء الله بإذن الله تعاملين ده بالفعل ما شاء الله إن شاء الله تحققوا أكتر يعني مش بيقولكوا كفاية يا خالص يعني إن شاء الله بس كل يوم بتتمرنوا؟ أنا بتمرن ست مرات في الأسبوع بتمرن الفجر من الساعة خمسة ونص للساعة سبعة من بعد كيها بطلع على المدرسة بعد كيها بعد الظهر بيبقى عندي فتنس ثلاث مرات في الأسبوع مجهود كبير طبعا آه إن أنا وفق بطولة العالم الأسدزة لسباحة الزعينف كلمين أكتر عنها وإيه اللي خليك تشارك فيها؟ والله هو شهر تمانية اللي فات وقيمت بطولة القاهرة هنا في مصر عشان خطر يختاروا اللي هيمثله مصر في بطولة العالم اللي هي كانت السنة دي في شهر ستة الحقيقة أنا كنت نازلة يعني أنا عادة بلعب سباحة عادية مش سباحة زعينف فالكابتن بتاعي قال لي إيه رأيك لو ننزل ونجرب ونشوف هنبقى مستوانة فين؟ الحمد لله قدرت إن أنا أخد المركز الأول في كل السباقات آه جينا بعد كده نزلنا الجمهورية في الشهر اتنين اللي فات جبت برضو المركز الأول فرشحوني إن أنا أنزل بطولة العالم آه الحقيقة أنا كان لازم أحط ستريك تروجرام أو أحط برنامج آم يعني حازم عشان خاطر إحنا مش بنلعب بقى حاجة آه محلية إحنا بنلعب حاجة بننافس فيها ستة وثلاثين دولة من على مستوى العالم كان في أمريكا كان في الصين كان في اليابان كان في المجر فرنسا إيطاليا وهناك أنت مش آية عزة هناك أنت مصر بالزبط بالزبط يعني إحنا بنتصور في الآخر أو حتى في أيام البطولة بنتصور كمصر مش كآية هما لسه ما يعرفوش مين آية فالحقيقة كنا بنتمرن كنت بتمرن مع التيم بتاعي هي أكاديمي بتمرن فيها في التجمع آم بعد كده حطينا البروجرام اللي أنا همشي عليه وحطينا الجول بتاعنا إن إحنا إن شاء الله نحسن أرقامي ما كناش ميزة التدريبات بتاعتي إن إحنا مش بنحط ضغط إن إنتي لازم تطلعي الأولى لازم تطلعي التانية إحنا بنشوف التحسن بتاعي ماشي زي كل فترة آم بس بعد كده جينا بقى في شهر ستة كان الحقيقة الاتحاد بيسفورت بإن هو دايما أو بيدعم بإن هو دايما بيشوف إحنا محتاجين حاجة طب إنتوا وقفين فين طب يا جماعة عايزين نتطمن إن إحنا إن شاء الله هنبقى على البوديوم هنبقى على منصة التتويج فالحمد لله الدنيا مشي كويس والحمد لله لما نزلت يوم 25 و26 طلعت التانية في الربعمائة حرة وطلعت التالتة في المية على أجزاء الحقيقة على عشر أجزاء وطلعت التالتة في المتين على برضو أجزاء من الثانية فالحمد لله إن شاء الله الخطوات اللي جايت بقى حسن بإذن الله إن شاء الله طيب أنت ذكرت في أول كلامك أن أنت أصلا مش هويتك عفوا ممارستك للسباحة السباحة العادية مش الزعاني مزبوط إيه الفرق بينهم؟ السباحة العادية أنا تخصصي بريستروك أو اللي هو عمط الصدر ومتنوعة دي حاجة تانية غير الحرة إحنا ما بنلبس فيها أو يعني مش بنبقى لبسين زعانف في رجلينة مش بنبقى عندنا سنوركل لا إحنا بنقوم عادي تدريبها مش مختلف قوي عن سباحة الزعانف الفرق بس إن لما جينا بنركز على بطولة العالم كان لازم أزود الجزء بتاع تدريب الزعانف بمعنى أنا لو مثلا بطمرن كل يوم 4 كيلو لو بعم سباحة عادية فممكن منها نص كيلو أو كيلو بالزعانف لكن لما جيت عشان أجهز للبطولة خلينا 2 كيلو ونص ممكن 3 كيلو بالزعانف كل يوم عشان أقدر أن أنا أكدر وأيهما أصعب هي الحقيقة أنا بالنسبة لي كآية يعني أنا باخدها زي محرق ذكرت هي فاشن بالنسبة لي هي شغف فأنا مش بحس إن الحاجة صعبة أنا طول ما أنا عيمة عشان خاطر هدف فأنا بالنسبة لي الصعوبات دي يعني حاجة أنا بحاول إن أنا أوفركم بحاول إن أنا أتخطاها لكن ممكن نقول في المنافسات العالمية السباحة العادية أصعب لأنها موجودة بقالها سنين كتير بقالها حوالي أكثر من 25 سنة فالمنافسة فيها أقوى آه لكن سباحة الزعانف دي كان الثالث بطولة عالم مقيمة في مصر فأم يعني الناس بره طبعا كانوا جاهزين لها بطريقة لو حريك شفتي مثلاً يعني الصور بتاعت منتخب اليابان ومنتخب المجر هم تفرج على صورك أنت ياه والحقيقة والفرحة بين فانيكي وعلى وشكي يعني ما شاء الله يعني عارف لما تكون أنت نازل عشان تمثل مصر وتطلع التاني في السبق والثالث على أعشار والناس فعلاً فعلاً كانوا تقدر تقول أن دول أنت براود أن أنت حققتوا وسطيهم إنجاز طبعاً المنافسة شارسة احنا بنكلم عن جنسيات هم أصلاً متميزين في رياضة السبق بالضبط يعني مثلاً منتخب أمريكا كان جايب ناس التولز بتاعتها الوحدة حاجة حاجة ما تتوصفش يعني التولز اللي هي الأدوات اللي بيستخدموها حاجات ليتست آخر حاجة نازلة السوق وهما ناس منظمة جداً في طريقتهم في التدريب في طريقتهم في القعدة قبل السبق مركزين جداً فتحس أنه كان حاطة بروجرام من قبلها بالسنة سنتين عشان قطر ينزل بطولة زيدي على الرغم من ده احنا أخذنا المنافسة ومشاء الله على مركز كبير ما بيهمنا الكلام ده فاطمة؟ لأ لأ عندنا أي عز وعندنا نزة إياها كتير إن شاء الله آه الحقيقة احنا يعني سيدات مصر كانوا كتير اللي نزلوا البطولة دي منهم يعني أنا هتكلم على النادي بتاعي كان فيه منهم حوالي ست سيدات طلعوا برضو على منصة التطويق في سباقات مختلفة وبرضو في نوادي تانية السيدات بتوحها طلعوا على منصة التطويق في الفئات العمرية ما بين 30 لغاية 70 فطبعاً يعني شرف لي وفخر لي أن أنا أكون وسطهم أكيد طبعاً طيب دي مش أول بطولة تدخليها أكيد فيه بطولات تانية كتير جداً وإحنا ما شاء الله يعني المدليات مش عارفين نيوديها فين في الستوديو عايزين نتكلم عن البداية بقى أنت قلت إن السباحة العادية مش زعينف لأنك التحقتي بالزعينف بعد كده لكن السباحة العادية كانت شغفك بدأتها من إمتى كان عندك كم سنة ليه اخترتي السباحة بالزال؟ وأنا صغيرة إحنا بقى نبدأ من بدري قوي وأنا صغيرة أنا كنت عندي فرط حركة فبابا يلاحظ الكلام ده فيه فراح مدخلني فريق السباحة في النادي بعدها بسنتين دخلت منتخب الناشئين في السباحة العادية برضو مثلت مصر في بطولة البحر المتقصت وأنا عندي 14 سنة وبطولة العربية وطلعت ألمانيا كذا بره مع النادي ومع المنتخب بعد كده وقفت في سنة 2007 عشان خاطر كنت التحقت بقى بكلية الألسن دخلت كلية الألسن وكان عندي دراسة ولازم طبعا الواحد يبقى مع الشهادة بتاعته من هنا قررت أنك تعتزل السباحة تماما مزبوط كان اعتزل بشكل نهائي ولا كنت عارفة أنك هترجع لها تاني؟ والله أنا اعتزلتا بشكل نهائي لأنني ما كنتش عارف أن في سباحة الأسادزة يعني إحنا اللي هو السينيرز اللي هما اللي بنكمبيت على الليفل بتاع الصغيرين ما كنتش عارف أن أنا ممكن بعد كده أرجع تاني فقعدت طبعا إحنا في مقولة يعني إن إنت لو إنت سباح إنت هترجع لها فقعدت عشر سنين بجرب كده في رياضات مختلفة وفي الآخر لما عرفت أن في حاجة اسمها سباحة الأسادزة أو سباحة الماسترز برضو بدأت التمرين في 2017 أول بطولة نزلتها كانت بطولة جمهورية طلعت فيها المركز الثاني كنت بطمارا ثلاث مرات في الأسبوع ساعتها فبعديها بقى الناد دي قعد يقول لي لا ده إنتي شاطر وده إنتي كويسة يلا بقى ركزي في التمرين ومن بعدها الحمد لله دخلت بقى ركزت فعلا في التدريبات بتاعت السباحة في 2019 تلعت تونس مع النادي حققت تمانية دهب على مستوى الوطن العربي وعلى مستوى أفريقيا وبرضو كان فيها كده جزء انترناشنل لأ أنت خلاص رجع بقوة بقى عارفة لما أنت ما تحطيش ضغط عليكي وده دي رسالتي حتى للتلميذ بتوعي أنت لما بتعملي الحاجة بشغف بباشن أنت مش حتى ضغط مش شارق معاك النتيجة أنت اللي عايزة مش حد بيقولك لازم تعومي ده أنت لازم تطلعي الأولى فأنا بعمل كده عشان نظام التدريب قاسي ولازم تعملي وتكلي حاجات معينة تقزير معينة طبعا طبعا أنا عايزة أقولك حاجة الفرق ما بين الفترة بتاعت قرار الاعتزال وبعد ما رجعتي إيه اللي تغير فيك؟ حاجات كتير أولهم مثلا أنا في الاعتزال ده أنا جالي اكتئاب لأن أما الطاقة بتاعتي مش عارفة أوديها فين ومعظم الرياضين بيبقى عندهم الحتة حدريك عندك طاقة مش عارفة تعملي إيه بتروحي الكراسفت الكراسفت كان بالنسبالي مش أحسن حاجة ولازم أن أنا وأنا بشتغل لازم يبقى ليه هدف ففترة الاعتزال لأ ما كانتش حلوة خالص لما رجعت بقى بقيت منظمة أكتر بقيت باخد بالي من تدريباتي باخد بالي من أكلي باخد بالي من صحتي بقيت حتى عندي positive energy positive vibes ما بقيتش عندي حتة إن أنا تشوفيني مثلا أعود أقولك ده أنا عندي من برح كان في مشكلة معينة وبكرة مش عارفة عندي هقابل مين لا الحياة بتبقى إيجابية أكتر لما بتلعبي الرياضة وبيبقى عندك هل أنت حس بطاقة إيجابية وبتنقليها للناس بالزبط طيب أكيد في بطولة معينة ما تنسيهاش كانت صعبة كان فيها موقف صعب يعني أحكينا عن أصعب حاجة قابلتيها في مسيرتك يعني دي بصراحة دي كانت أصعب بطولة لي بطولة العالم دي لأن أنا في أول يوم في السباقات كان عندي المياه حرة خسرت على عشر أجزاء خسرت المركز التاني على عشر أجزاء عشر أجزاء ده ده حاجة أليلة جدا فبالنسبالي أن أنا كنت أبقى يعني أن أنا أقوم نفسي وأن أنا شجع نفسي أن أنا أكمل السباقات فدي كانت بصراحة أصعب أصعب لقطة في المسيرة بتاعتي بس قدرتي تتخطر آه وتاني يوم طلعت التانية كسبت بقى البنت اللي هي كانت كسباني في المية طلعت التانية في الربو مية وطلعت التالتة في المتين وطلعنا التاني كالنادي بتاعي طلعنا التاني في الاربعة في مية وطلعنا التاني في الاربعة في خمسين جميل جدا عام عشرين واحد وعشرين تم اختيارك من ضمن أفضل عشر سباحات في العالم كله مزبوط دي حاجة جميلة جدا كلمين عن التصنيف ده آه أنا كنت برضو بطمرن وبجهز لسباق اللي هو ربعمية متنوعة فدي كانت أول مرة نزيله السباق ده فعلا من أصعب السباقات اللي ممكن نعمها دي في السباحة العادية مش في السباحات الزعينة لقينا حضرتك بتعومي مية فراشة مية باك مية براست مية فريستايل فانت لازم تكوني بتتقني الاربع عمات فنزلت السباق وإحنا عندنا هنا مشكورة لأستاذة هودا الريدي بتبعت الأرقام بتاعتنا دايما للفينة للاتحاد الدولي فطلعت العشرة على العالم في الربعمية متنوعة دي على مثلا على ثانية عن التسعة وعلى ثانيتين عن التمنة والسبعة بس الحمد لله أنا كنت فخورة جدا بحاجة زي كده وبرضو بشكر الأشخاص الداعمين ليه يعني أنا فعلا فعلا لولاهم أنا ما كنتش عارف أن أنا أبقى موجودة النهاردة معاكم طموحها يا عز وصل لحد فين يعني يا رب إن شاء الله السنة الجاية في طولة العالم نقدر نطلع الأول بإذن الله أقدر أن أنا أطلع الأولى في الربعمية إن شاء الله وأننا يعني خلينا برضو نتكلم أن أنا بأعمل كده عشان أشجع الجيل اللي طالع اللي هو اللي أنا بدرسه أنه يبقى عنده أهداف في حياته بدلا ما هو بيخلص المدرسة بيقعد على البلاي ستيشن أو السوشيل ميديا عمتا وبي مش عايزة أقول بيهدر ساحته بس ما بيبقاش عنده هدف فهو أنا بحاول على قد مقدر إن أنا أقول لهم يا جماعة لأ ده فيه رياضة لأ ده أنت ممكن تطلع حاجة حاول جرب بس فهي دي طيب السباق بتاعنا ناومتي إمتى؟ قرر ونزيعه طب عندي فضول أنا عارف حاجة أنا جاهزة أنا عارفة أنا كده أخاف عندي فضول أعرف مين مسلك الأعلى في السباحة؟ بصي أنا لما رجعت الحقيقة عندي مادام نجوة غراب ودكتورة سوهير العطار مادام نجوة غراب كانت منورانا هنا في ستوديو طبوري صباح من فترة وقتقيلة لما تكلمت معاها لمست إنها ست جميلة جدا ومسال فعلا يحتزى بيه في السباحة جدا هي بتصحى كل يوم برضو بتعمل نفس اللي أنا بعمله بتروح الصبح التمرين لها الحارة بتاعتها بتعوم بتركز عايزة تطلع على الأولى على العالم عندها طموح عندها حاجة بتخليها دافع هو اللي بيخليها تعمل كده دكتورة سوهير العطار ما شاء الله عليها كنا في بلغاريا في بطولة برضو طبع منتخب السباحة ما شاء الله بتصحى منهم بتجري عشرة كيلو قبل السباح إن شاء الله فربنا يديها الصحة وإن شاء الله بقى زيها في يوم القيام إن شاء الله رسالة أخيرة بقى قبل ما نختم بس فاكرتنا لكل بنت ما بتمارسش رياضة أو نفسها تمارس ولكن مشاغل الحياة عموما بتخليها بعيدة شوية عن مجال الرياضة تقول لها إياه بص يعني هي مش كتير إن ساعة في اليوم تلعبي فيها رياضة وتبدأي ستاب باي ستاب واحدة واحدة إن أنت في الأول أو أنت بتعمليها عشان إنقاص الوزن دي هتبقى حاجة كويسة ليكي بعد كده هتلاقي إن أنت نفسك حاسة إن الرياضة دي بتطلع منك كل السلبية كل الطاقة السلبية اللي عندك وهتخليكي فخورة إن أنت بتوصلي لحاجة جديدة من وقت للتاني يعني مثلا هتخصي بعد كده تلطحكي مثلا بفريق من الفرق بتاعتر السباحة في النادي التاعي وبعد كان شاء الله ينزلوا معي البطلات دايما أبطلنا مش بس في السباحة في كل الرياضات ومش بس في الرياضة في كل المجالات بيبقى عندهم شغف وحب الحقيقة للحاجة اللي هم بيعملوها وده بيكون الدفع الرئيسي والأساسي لأن هم يحققوا الإنجازات اللي هم بيحققوها أنا شايفك حد من النمازج دي فخور بيكي ده شايف مبسوط بيكي جدا أتمنى المرة الجاية إن شاء الله تكوني معانا وإنتي الأولى على العالم إن شاء الله وأدها وهتقداري تعمليها مش أنت بس أنت وكل حد مصري هيرفع اسمنا كلنا إحنا هنكون ساعدين بيه وفرحانين بيه وهو ده اللي إحنا معتدين عليه مع الشباب المصري ومع المجتمع المصري كله بالحقيقة هو قادر أكيد بس يركز ها دي حقيقة هو فعلا إحنا عندنا طاقة كل الشباب بتاعنا عنده طاقة بس هو كل واحد بيختار المجال اللي هو بيطلع فيه الطاقة بتاعته فبإذن الله إن شاء الله المرة الجاية أجي أنا وبعض أعضاء الفريق بتاعي بجد المستنينكوا يعني بفرغ الصبر بس هو ما يحضروا السباب بتاعي عملوها بسرعة بقى إن شاء الله عملوها بسرعة إن شاء الله كابتن عز إحدى يعني بطلات مصر في السباحة وإحدى بطلات العالم في السباحة شرفتين ونورتين وفخورين بيكي وألف مبروك على الميداليات والجوائز الأخيرة شكرا لإستدفتي ومسي جدا لكم تواجب علينا وإن شاء الله نشرفكم أكتر وأكتر بإذن الله إن شاء الله نورتين وشرفتين بكده نكون وصلنا معاكم لنهاية حلقتنا النهاردة والحقيقة دي كانت آخر حلقة لنا خلال هذا الأسبوع نشوفكم الأسبوع اللي جاي وحلقة جديدة من طبور الصباح بنشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء